السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصحابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا عسألكم سؤال دلوقتي ويش هوتر اللي هيقدر يجاوب مين فينا عارف الحروف اللي بتطلع لسانها كل ما تيجي تتكلم هه مين برافو عليكم اسمهم ايه الحروف اللاثوية طيب يا تره هم كام حرف كام حرف برافو تلات حروف تلات حروف لاثوية طيب هم ليه بيطلعوا لسانهم علشان نقدر نفرق بينهم وبين مجموعة حروف تانية شبههم بردو في الصوت خلاص كده فلازم نطلع طرف لساننا عشان هم حروف لاثوية ايه هم الحروف دول بقى حرف الفا لازم نطلع لساننا يلا كلنا نطلع طرف لساننا فا ذا ذا برافو عليكم شاطرين جدا طيب يا تره احنا هنعرفهم كده ولا نحفظهم بقنشودة نحفظهم باغنية حلوة وكمان نعرف القصة بتاعتهم ايه عشان ايه ما ننساهمش ابدا ابدا علشان دايما نقدر نفرق بينهم وبين الحروف اللي صوتهم نفس الصوت بتاعها او الاصوات بتاعتهم متشابهة وما نلخبطش وكمان لما نيجي نتملأ املاء ما نلخبطش ما بينهم يلا بينا ولكن في البداية قبل ما اقول الحدودة كلنا لازم نقول الدعاء بتاع بداية المذاكرة لما نيجي نذاكر دايما في دعاء جميل بنقوله علشان ما ننساش اي حاجة من المذاكرة ونبقى مركزين ودايما ايه وربنا يوفقنا كده ويفكرنا بكل الحاجات اللي احنا ذكرناها يلا نقوله مع بعض بسم الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل برافو كل اللي قال الدعاء ويحفظوك برافو عليكم أحسنتم طيب يلا بقى ندخل على حدودة الحروف اللاثوية بيطالبوا لسانهم ليه ويا ترى إيه اللي حصل لما راحوا المدرسة أول يوم يا ترى باقي الحروف عملوا إيه منهم واستغربوا من صوتهم كان يا مكان كان فيه ثلاث حروف اللي هما الثاء والذال والضاء وكانوا أول يوم يروحوا المدرسة وبيقى الحروف العربية كلهم إيه؟ كانوا بيلعبهم على بعض جاء الثاء والذال والضاء قالوا لهم ممكن نلعب معاكم يا حروف قالهم اتفضلوا اسمكم إيه؟ الثاء قال أنا اسمي ثاء وطلع لسانه كده ثاء يلا كلنا نطلع لساننا ثاء ثاء برافو وكمان الحرف ده الثال قال أنا اسمي ذال 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 طلع برضو ترى في لسانه و كمان الضاء قال لهم انا بقى صوتي قلبوزة شوية و ادخين كده لشان انا مفخم بس بطلع لساني ظاء 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 يلا كرينا نطلع لساننا اسمه ايه؟ ظاء احسنتم الحروف كلها قاعدت تضحك تضحك وتدريق عليهم وتسخر منهم ايه ده ايه ده انتو بتطلعون لسانكم ليه كده؟ احنا مش هنلعب معاكو خالص انتو كده مش كويسين و ايه وبتطلعون لسانكم إلى صدقو الخطوع هو يجب في زار Legacy الـ الثاء و الثاء و الثاء الحروف اللواثوية ينفع nurse يعني اتلعب معنا ويقوم بتصديق اللعبة وعلى صوتنا. احنا مش بنعرف نتكلم بغض كده يا مستر الف. مستر الف ضحك قال ها ها ها. ايه يا حروف انتو ما تعرفوش ان دول اسموهم الحروف اللثوية. وانهم لازم يطلعوا طرف لسانهم. علشان الصوت بتاعهم يطلع صح. واصحابنا يسمعوه صح ويكتبوه صح. وصالحهم طبعا على بعض. وايه? وكل الحروف قاعدت تلعب مع الحروف اللثوية. اللي هما. الثاء. الثال. الضاء. برافو عليكم. قاعدوا يلعبوا معهم وقالوا لهم ايه? احنا اسفين جدا ان احنا التريقنا عليكم وسخرنا منكم. طبعا لازم يأصحابي كل. اه لما نروح المدرسة طبعا هنقابل اصحابنا مختلفين عننا. شكلهم مختلف. صوتهم مختلف. ممكن يكون مثلا بشرتهم صمرة او بشرتهم بيضة. او شعرهم مثلا بني او اسود او ابيض. اي ان كان. شكل اصحابنا او طريق الكلام هم من التريقاش عليهم ابدا ولازم كلنا نتقبل الاختلاف اللي ما بيننا وبين بعض. ممكن يكون مختلفين. ممكن يكون واحد تخين شوية. واحد رفيع. واحد طويل واحد قصير. ما للتريقاش علي بعض. الحروف اللاثوية قاعدوا بيقولوا ايه? الحروف اللاثوية. تلاتاعة لأدية. خلي خلي بالك. خرق طرف طرف لسنة. برافو عليكم يلا نقولها مرة تانية. الحروف اللاثوية. تلاتاعة لأدية. خلي خلي بالك. خرق طرف لسنة. برافو عليكم شاطرين خالص خالص احسن. يبقى اول ما نشوف الحروف اللاثوية. بسرعة نطلع طرف لسنة برا ونبدأ ننطقهم. يبقى خلي خلي بالك. خرج طرف لسانك. اول ما نشوفهم. هنعمل ايه? حط لسانك تحت السنانك. اهو. فا لسنة نحطه تحت السنان اللي فوق. فا. ذال. ذا. ونخرج ايه? حتة صغيرة بس منه. زي ما احنا شاهدين في الصورة اهو. مطلعين لسانهم هم التلاج. خلاص بقى احنا مش هنزع المعنهم. عارفنا ان هم ايه? حروف لاثوية ولازم يطلعوا لسانهم. طيب. مهما هتكتبين بقى التدريب كده بنفس الطريقة. اكتب الحروف اللاثوية ونرسم الدودة الجميلة. ونرسم جواها ايه? نكتب جواها الحروف اللاثوية. كده بالشكل ده. اول حاجة. ثا. ثاني حاجة ذال. ثلاث حاجة ذا. تمام? يبقى احنا دايما هنكتب التلات حروف اللاثوية دول باستمرار عشان ما ننساهمش ابدا يا اصحاب. خلاص? طول الوقت ناخد تام رينات عليهم. علشان نفتكر هم ام او ما اقول شوية ايه يا الحروف اللاثوية? يلا طلع لسانك. طيب الحروف اللاثوية عندها كلمات برضو او موجودة في كلمات كتير. زي مسلا ايه? هنعمل التدريب ده برضو. اخوة نكتب مجموعة حروف او مجموعة كلمات. وفيها الحروف اللاثوية. الثا والذال والضا. والطفل ايه? نقول له يلا خط دايرة على الحرف اللاثوي. يلا ونبدأ ننطقهم له طبعا. يعني هنا ذال دلاثوي ذا ذا بيطلع لسانه. ايبا مطلع لسانه. ونحط عليه ايه? سرعة نحط عليه دائرة. يبقى احنا هنمسك وهنصطد الحرف اللاثوي. هم بيهربوا مننا ونبدأ نصطده. ها? سين. او سين. انت شفتين ايه طلعت لساني? لا. يبقى مش لاثا. طب را. لا مش لاثاوي. طب ثا. ثا. ايبا طلع لسانه. احط دايرة على الثا. طب هنا حرف الايه? زاي. زاي. لا ما بيطلعش لسانه. اللي بعده ذا. ذا بيطلع لسانه. يبقى نحط عليه دايرة. عارف ايه? لاثاوي. طب هنا اقول واو. ما بيطلعش لسانه. ذال بيطلع لسانه. احط عليه بسرعة داي. طب هنا كلمة ايه? ضرف. بصوا الثاني برده اهون. ذا. ضرف. لأ تخرجت طرف الثاني. يبقى احط دايرة على الظا. زا بس. تمام? طب هنا كلمة لذيذ. طلعت الثاني مرتين. لذيذ. احط دايرة هنا على الثال. ودايرة على الثال اللي في الآخر. كلمة ثعبان. ثو. طلعت الثاني في الثا أيضا. يبقى احط برضو دايرة. كلمات كتيرة زي ثوب. ظهر. ذئب. ذهب. ثمار. تمام كده? ذراع. كلمات كتيرة يا اصحابي جدا فيها. موجود فيها الحروف اللاثوية. هنكتبهم للأولاد كده. ثا. ذا. ظا. وننزل بيهم. ممكن نكتبهم تلات مرات او اربع مرات. ويعرف ان دي الحروف اللاثوية. ويعدي غني طبعا قضية الحروف اللاثوية. اللي هي ايه؟ الحروف اللاثوية. تالتاعة يا لأ دي. خلي خلي بالك. خرج طرف الثانك. خلاص كده. يبقى دي الحروف اللاثوية. هنبدأ ان احنا برضو نعملهم على وقت زي ما قلنا. ونكتبهم كده 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 مرة. عشان ما ننسهمش ابدا. خلاص يا اصحابي. طيب. لما انا اعرف الحروف اللاثوية هنعرف بقى افرق بين ايه؟ لما اقولك اكتب سا. سا. وطلع لساني كده. فا. عارف ان ده حرف اللاثوي. خلاص بيطلع لسانه. طب لو قلت لك سا. سا. غرقت الشي ساني. تعرف ان ده اخو السين. اهو. بس هو متشابه في الصوت. طب لما اقولك اكتب ذا. طلعت لساني. اعرف ان ده حرف ذا. انما لما اقولك مثلا اكتب ايه مثلا الحرف ده اللي هو زي كده زرافة. زا. 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 ما طلعتش لساني. هو بيزن. اهو زي نحن. ما ديش دعوة بي. خلاص ده ما بيطلعش لسان ومش لا ثوي. يبقى ذا هو اللي بيطلع لسانه. انما الزا ما بيطلعش خالص لسانه. وكمان الظا بيختل ولكن مفخم. صوته قوي شوية. خلاص. يبقى احنا بنعرف نفرق بين الحروف اللاثوية والحروف المتشابهة ليها في الصوت. عشان لما اجي اتملأ املاق بعد كده. وخلاص. هلاء الميز بتطلع لسانها. كده. ثوب. اعرف ان ده ثاء. مش هعمله سين. خلاص. هلاقيها بتقول مثلا. بي. خلاص. يبقى انا لازم لازم اعرف الحروف اللاثوية. خلاص. كده نكون وما حفظته. وما تعلمت. فرده عند حاجتي اليه. انك على كل شيء قدير. وحسب ان الله هو نعم الوكيل. اعرف عليكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بقي الحلقات توصلكم وضغطوا على علامة الجرس. هسيب لكم في صندوق الوصف كمان صفحة آآ لينك صفحة الفيسبوك. علشان برضو هنزل عليها شيتات ومذكرات. وكمان جروبات الفيسبوك وجروب تليجرم هنزل عليه برضو شيتات ومذكرات كتير قوي. هستوضعكم الرحمن الذي لا تضيع لدي الوذاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.